تقول أهلي يغتابون العالم يعني حقيقة تجد أن من الناس رجالا كانوا أم نساء يعني ماذا تريد أن تصفهم به تقول لهم أنهم لا يدركون مصلحة أنفسهم كيف تعمل عملا صالحا ثم تهديه لعدوك الذي تغتابه وأنت لا تحبه الذي تغتابه أنت لا تحبه لكنك في حقيقة الأمر أجر صلاتك أجر صيامك أجر ذكرك أجر عملك الصالح يتوجه إليه فماذا استفدت أنت يعني رحم الله من قال وهو يعني وهو يذكر هذه الحالة من حالات يعني من حالات من حالات هؤلاء الناس الذين أضلهم الله وأضلتهم أنفسهم الأمارة بالسوء عندما هم يعني يعني يفسدون عملهم يفسدون ما فعلوه من خير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد قلت لكم هذا الحديث لما سأل الصحابة قال لهم من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينا فقال عليه الصلاة والسلام لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة البيضاء تهامة إذا طال الجبل فيها ترى في قمته بياضا كأمثال جبال تهامة البيضاء لكنه يأتي يوم القيامة وقد غتاب هذا وظلم هذا فيأخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسنات حتى لا يبقى له شيء فتقول الملائكة يا ربي ما بقي له حسنات فيقول خذوا من سيئاتي وضعوها على سيئاتي واطرحوه في النار فعلينا أن نتق الله يا إخواني أنا أقول الصيام ما دمت منعت نفسك من الصيام من الأكل والشرب فامسك لسانك ورسولك عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يا أخي لا تدع طعامك وشرابك ما حاجة الله إليك ما دمت تفعل هذه الأفعال وتضيع على نفسك هذا الخير